شهد وزير الدولة للإنتاج الحربية دكتور محمد سعيد العصار مرسم توقيع اتفاق بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجموعة جي سي الاصينية بهدف انتاج الواحي الطاقة الشمسية بدلا من الرمال وأكد العصار أن الهدف من توقيع هذا الاتفاق هو إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الواحي الطاقة الشمسية بقدرة خمسة جيجاوات سنويا وباستثمارات تصل إلى ملياري دولار مضيفا أنه سيتم الانتاج على خمس مراحل بداية من استخلاص الكوارتز المصري النقي مرورا بتصنيع السيليكون المعدني والبولي سيليكون ووصولا إلى تصنيع خلايا والواحي الطاقة الشمسية